بشكل رسمي أصبحت شركة قطر للطاقة شريكاً أساسياً في عمليات التنقيب عن النفط والغاز في لبنان الاتفاقية التي وقعت في السرايا الحكومية تنص على استحواذ قطر للطاقة على حقوق استكشاف بنسبة 30% واستحواذ آن الإيطالية على نسبة 35% وتتالي الفرنسية على النسبة عينها خطة العمل ستنجز على الشكل التالي في 6 شباط ستصل سفينة لمسح الأثر البيئي على أن يرفع تقرير في حزيران يعلن نتائج المسح مع نهاية آذار تنتهي إجراءات استقدام الحفارة وهناك مناقصة أطلقتها تتالي بهذا الشأن بين أيلول وتشرين الأول تبدأ عمليات الحفر وحينها تصبح صورة حجم الثروة أكثر وضوحاً على أن تعلن تتالي نتائج الحفر بشكل رسمي فما هي السيناريوهات المتوقعة بعد الحفر؟ في عندك ثلاث سيناريوهات أو ما بيطلع غاز مثل ما صار بالبلوك 4 أو ممكن يطلع غاز ولكن بكميات قليلة قد لا تسمح بالتطوير والإنتاج ويمكن طبعاً يطلع غاز بكميات قابلة للإستخراج والتطوير والإنتاج بهذا السيناريو الثالث كماناً عندنا اتنين سيناريوهات عندنا إذا هيدا الغاز كله اكتشف بالبلوك 9 وباقي بالبلوك 9 ما بيتخطى للحدود الإسرائيلية وقتها لبنان أوتوماتيكيان هو والشركات بيطبقوا الاتفاق اللي موقع اتفاق الاستكشاف والتطوير لحق التسعب إذا الغاز بيتخطى الحدود اللبنانية إلى المنطقة الاتصادية الإسرائيلية وقتها بدك تفاعل اتفاقية ترسيم الحدود اللي بتقول إنه لازم إسرائيل وتوتال يتفقوا على التعوير المعلومات عقب حفل التوقيع تشير إلى أن التعاون مع قطر قد يتطور في المستقبل القريب ليستهدف مجال الطاقة المتجددة لمساعدة لبنان لاسيما في ملف الكهرباء وجرى الحديث عن أن باب الاستثمار الخليجي والدولي في لبنان قد فتح ولكن إظهار الاهتمام الرسمي ينتظر نتائج الحفر في بلوك 9 فما صحة هذا الأمر؟ طالما الوضع السياسي في لبنان مش واضح إنه التوجه اللبناني بالسياسي مش واضح مش رح يكون فيه استثمارات اليوم الدول الخليجية وخاصة الإمارات والسعودية عندهم صار غير مشاريع عالمية ومشاريع كمانا أكيدا مش لنسعودية مشاريع داخلية ووطنية مش مستعدين يكبوا ولا ليرة هدف اليوم جولة التراخيص مفتوحة لحزيران وبدأ ننطر قد يكون في بعض الدول مهتمة قد ترى بعض الدول أنه يكون في لبنان ثلاث شركات عملاقة بقطاع الغاز قد تشوفوا دليل جيد ولكن كمانا بالمقابل بيشوفوا أنه الوضع في لبنان منه سليم في ظل التخبط السياسي والفراغ على أكثر من صعيد تؤكد مصادر سياسية متابعة لسبوتشوت أن غياب رئيس الجمهورية والحكومة الأصيلة لن يؤثر على خطة العمل في وقت ترجح المصادر أن المخرج الرئاسي سيتواجد قبل بدء الحفر اقتصادياً أفيد بأن اتفاق النفط سيفتح طريق الفرص للشركات اللبنانية المهتمة ازدهار قطاع النفط والغاز في لبنان هذا بيعني أنه راح يكون في قطاع ممكن يعطيك بعض الوظائف كمان هو ما بينتج مباشرةً ما عندك وظائف طبعاً مباشرةً أنه كمان إذا فيك تستعمله للكهرباء وتخفف من عبق تكلفة الكهرباء هذا بتساعد للاتصال كمانا بيبقى الأموال يعني أنه إذا كان عندنا عند جاء تصرنا دولة ممتجة للغاز مش أنه من حق الواحد ولكن أنه صار في قطاع غاز هذا بيدر أموال وهذه الأموال كيف ستصرف على أنه بناء البلاد هذا هو السؤال الكبير على الرغم من وجود خطة عمل واضحة يبقى من المبكر الحديث عن انتعاشة اقتصادية مرتقبة وأنتم هل تتوقعون أن يكون الملف النفطي دافعاً إيجابياً للأمام؟ شاركونا آراءكم في التعليقات شكراً لهم شكرا